السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهي بمقطع جديد من سيفر أرث ماينرس حلقة اليوم راح تكون خفيفة لطيفة ولكن فيها كتير شغلات ايش هي راح تشوفوها بالحلقة اليوم واهمها راح نفتح المحل ونحط الأسعار مع بعض سويت شغلة خلف كواليس عدة شغلات خلف كواليس سويتها وفيه شغلة نسويها مع بعض اللي هي بوابة النذر بس ابل كلها لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة شكرا لكم على اخر حلقة وصلناها 5000 لايك يا مجانين شكرا لكم كتير اذا منقدر اوصل الحلقة هاي كمان 5000 لايك واكتر بكون شاكر لكم مش ضايل اشي على سبعين الف مشرك احتمال عامل ما ينزل المقطع هاد يكون قل من هيك يعني ضايلنا 800 مشرك لنوصل سبعين الف فشكرا لكم كتير جزيلا ما قصرتو انت بتاعفوا البيت المتنقل هات تاعي او السيارة او الكارفان موجود بالسبون ولكن نقلتو زي ما قلت لكم بالحلقة الماضي قلت لكم حاب انقلو على منطقتي واخلي كتذكار حبيت المنطقة هاي عدلت شوي على السيارة ما خليتها نفس الشكل حطت هاي كليك يمين الصراحة غلطت فيها كليك يمين وقلت خالصو هاي بديش اجيب كمان اوك من عندهم البيت حط عليها كليك يمين كمان نقلتها زي ما هي حتى مكان اللي بنربط فيه كنا تورنيدو للأسف ضايع لليوم لازم نجيبه لازم نجيبه تورنيدو ضايع لليوم من الثاني حلقة يمكن اعتاد حلقة من ارت ماينرز لا تذكرت صح يوم ما قتلنا التنين ضاع علينا تورنيدو المفروض نجيبه من الحلقات اللي قدام مش الحلقة هاي هي هالمرة بديش ادور عليه دور عليها الحلقة تجاة ان شاء الله زي ما تشافين من جوا نقلتها زي ما هي ولكن فضت الشيستات اش اكيد حطت الشيستات غادلة تلاحظوا خليها افرجيكم منطقة وين حطيتهم وين نقلتهم نقلتها مع المنطقة اللطيفة الضريفة اللي هون حطيت كل الشيستات هون طبعا فيها عندي شقر كتير فعشان هيك بلزمني انا فاير بورك وبرضو في عندنا هون كتب المندق الاجتماع من عند سبيت تخليها موجودة حاليا هون حاليا بوقت الحالي سيت اقولكم يوم الخميس ان شاء الله ان شاء الله اذا الله قدرني احتمال يكون في بث مباشر فاذا بدكم لا تنسوا اللايك كمان مرة وحفزني ان انزل مقاطع اكتر والبث برضو انزل بوقته المحدد اللي هو بعد صلاة العشاء اللي حابب بث مباشر اضغط لايك عشان يوم الخميس نسوي بث ولا تنسى المعاد نحكي ان شاء الله يوم الخميس ما نتأخر فيه الشوكر بوكس هاد اللي عليه باك اب بوكس زي ما تبتعرف ولما متت استخدامت الدروع اللي عندي هاي احتمال نشتغل على المخزن احتمال نشتغل برضو على الدروع الباك اب واحتمال برضو نشتغل اشي بسبون خفيف ضريف يكون على حسب احتمال يكون البث ما يطولش احتمال برضو البث يكون طويل تابعنا اشتغل بقناة فعل زر اشعارات عشان اذا سويت البث يوصلك اشعار فيه كمان شاغلة حفرجيكم اياها عندي عشر اورات دايما اللي راي احتاجه من هون راي احتاج فاير وورك فبنحتاج قام باودر وعندي الكمية القام باودر هاي اللي انتو شايفينها هاي الكمية القام باودر انتو بتعرفو الصحراء ملاني كريبرات بمشاكل مش طبيعي فعشان هيك بدأ اصويلي ايه فاير وورك كتير علشان شو اضيفهم على الشوركر هاد لان الشوركر اللي عندي زم تشايفين ارب يفضى فحاب يرجع يتملى كمان مرة فراحنا نسويه لما تشيك شك يكتروا تشيك شك يكتروا تشيك شك يكتروا تشيك شك يكتروا بعد شكل الضريف ولكن عندنا الفاير وورك صار كتير حلو يعني الفاير وورك اللي عندنا احتمال كبير يكون بزيادة وهذا الاشي تبدي اياه الصراحة عشان ايش من هون لتقريبا خمسة حرقات نعمل حركة هاي الضريفة كمان مرة ونعبي شوركر كمان مرة شوفوا تعبي الشوركر عندي فل وهذا خلينا احطه بالأندرشيس صح يب هذا الشوركر الثاني الشوركر الثاني هال برضو هذا متأكل من المهمية بثع بعده روحنا على الاند انا وياه وجمعنا شوركر شل اليه وجمعت الي هادول الشغلات التولز هذا علي حلو سيب تاتش هذا افشيينسي في عندكم هاد في مندنك وفي عندنا هاد في مندنك ممكن هادول الثانيين استغلهم لما اسوي الشوركر بوكس باكب من اول وجديد معاكم في البلد المباشر كيف استغلهم ادمج عليهم تطورات اكتر عشان يعطيني اللي هو الدرع اللي عليه مندنك فالبحتاج في الشوركر تاع الباكب يكون في كل التولز فيها مندنك عشان تسهل علي لقدام طيب الفايروورك التاني هاد وانا اروح فيه خلانا احطه هون سيطولهم من الاندرشيس بدلا ما افتح الشوركر واسيط منه وبعرفش انا ليش ملاق لك حاليا في عندي شوية لاك بسيط خفيف ضريف لا من الضريف اللاك اللاك بيش الضريف طيب في عندي انا هون مجهز للمشروع تاع اليوم هو مشروع بسيط سيمبل اعطاني اياه واحد من المتابعين بعتني اياه على التويتر شكرا اليك كتير تصميم لبوابة النذر اللي هو الاغراض اللي راح نحتاجها بالتصميم هاي الاغراض ده بنية حاليا على المكان هادا ممكن لقداما ايمها وغير مكانها ليش علشان بتحاب اسوي اشي اكبر من هيك ولكن انا نعمل اشي بدائي اشي تسليكي ولكن بمظهر حلو طيب زي ما احنا عملنا اه البيت التسليكي هاداك الضريف للاسف للاسف اتفجر عليك ريبر ومتكاسة اني ارجع ابني زي مكان ليش لانه احتمالي كبير اول ما نخلص المكان هون المشروع راح نسويه جوه المخزن احتمالي كبير النائم كل البيت هاد لانه جاي بالمنطقة الغلط اعطيني هادول وعطيني هادول طبعا سويته كسرت البوابه عشان اقدر ابني براحتي وما يزعجني الايفك تاعها وبنفس الوقت ما يزعجني الصوت تبعها بس بدي اكبر البوابه شوي اكبر عشان تيجي على التصميم مزبوطة راح اصددهم بالبلد هادول البلوكات اوليش يجيب لي هاد 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 اعطيني شوي من هدول وبرده هاد هاد بحتاجه وهاد بحتاجه هدول اللي هون راح تحتاجهم اخر اشي هدول راح يكون هياك الامسات خفيفة بسيطة حسناه يتحل المكان طيب خلناه اخرجكم ايه وسويت سويت وحطت ساند ستون حولين البوابه فهدا الشكل وطلعت من عند الحواف تحت البوابه رد ساند ستون لاخر اشي اول ما مو سوعت عند نهاية حطيت اللي هو ساند ستون هلأ حاليان راح نجي نسوي نحط الستيرت تاع العسيان في ساند ستون بهذا الشكل نجيب ساند ستون العادي القتر حطه هون هون ونجيب وجه الكريو حطه بالشكل هاد عطيني اللي هو ساند ستون وول نحطه هون وهون وهون رح يكون اللي هو سلاب يعين عليك يا صاحب هلأ الخطوة هاي طبقناها هون نطبقها على الشقة المعاكسة وبرضو رح نطبقها على المكان الوراء بدا حطن هون كمان اللي هو ستيرز أو سلاب عشان نقدر نطلع وننزل بكل الريحية وبرضو رح نحملها بشكل معاكس وعطيني وجه الكريبة حطه هون وهون السلاب نحطه هون عنا الستيرز نحطه بشكل معاكس هون وساند ستون هون وهون وعطيني الول حطه هون وهون نيجي هون فوق الكريبر هد هذا نطلع لفوق 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبرضو بنعند الوجه الكريبر هاد وبرضو بشكل معاكس دائما اي اشي بنسويه بالمكان هادا نازم بنسويه بالشقة المعاكسة للمكان هاد يعني نيجي نبني برضو هون يمين ويصق هنا كمان 9 نيجي هون نطلع من هون 5 نعطي 1 2 3 4 5 وننزل هون نعطيها 1 2 3 3 4 5 نيجي نحط على بلوك هادا اخر بلوك من الريدستون بلوك بهذا الشكل ورح نحط برضو اسلاب نحط اسلاب نطلع 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 اسلاب وبرضو خلينا نسوي المنطقة المعاكسة عشان ما ننسى هلا رح نسوي نيجي نحط اسلاب هون اسلاب هون وبرضو نحط فوق اسلاب بهذا الشكل وبرضو اعطيني حط اسلاب هون رح نيجي هلا نعمل ستيرز مقلوب ستيرز مقلوب حط الستيرز هون كمان وبرضو نحط هون والشقة المعاكسة برضو وحطينا السلاب هون حط الاسلاب وبرضو حطينا هون السلاب هلا رح نسوي رح نحط وجه الكريبر فوق اللي هو عطيني وين وجه الكريبر هايو حطوا بهذا المكان فوق بالضبط فوق الدرج بالضبط يجي يا بتطلع ببلوكات يا بتحطوها هيك مع نطة ممكن يتغلبكم شوي ولكن انا عشان اختصر الوقت بعمل هيك اسهل لي واسرع لي زي ما شايفين صار معنى الشكل هادا وشعرفنا على الانتهاء يا شباب بس ضال علينا الاشي بسيط نيجي نحط بلوك هون بلوك هون بلوك هون وبلوك هون ونخلي البلوك هادا طالع لبرة يطلع بارز شوي ورح نيجي هلا نبلش شغلنا من فوق من فوق رح يكون شغلنا بسيط ولطيف ش رح ياخد مننا معنى يعني مجهود كبير خلنا نطلع بالساند ستون شو رح نيجي نعمل نيجي هون برضو نعمله بشكل معاكس عشان ما ننسى وهلا نجيب اللي هو هال نعطيني ال red ساند ستون نحطه هون بهذا الشكل ونيجي نحط سلاب هون سلاب هون عطيني سلاب هون وسلاب هون نجيب هلا الفينس وال أسمه الفينس وال ساند ستون وال أسف واحد هون والا حد هنا ووحدي هون نططنة هيك وواحد هون وبرضو بشكل معاكس زي ما قلتلكم خلينا برضو اروح انام لانه اجل الليلة انا لازم انام بلاش يجينا الموبز يغلبونا ويجينا كريبر لاحط وجوه كريبر هون كتير خلينا اشروت وعودنا اليكم من جديد خلاني يجي هون نجيب الساندستون رد سازستون رسمه رد ساندستون صحيب نحطه نعبي المكان هادا كامل بهذا الشكل برضو هون نحبي هادا نيجي من هون نعبي المكان هاد نموس والله اذا بيان عنكم بالكاميرا قد حب حوالي ما بعرف ايش ماله الله ياخده طيب هلا بدنا نجيب الستيرز نحطه بالبلوك الي تحت بهذا الشكل بالبلوك الي تحت بهذا الشكل وبنعمل بشكل معاكس الاسلاب يكون لتحت نيجي برضو هون الشاكون سلاب نرفعه شوي يعطيه اسلاب برضو اعطيني ابلوك بهذا الشكل رح نعمل لهذا المكان الزخرف هاي الزخرف البسيطة نعملها بشكل معاكس ولكن الزخرف هاي مش رح تضلها موجودة هيك رح نعدى عليها هلا شوي بس اعطوني قليلا من الوقت شكرا لكم جميعا طيب نيجي النط هون نكسر هاد ونكسر هاد هون رح نحط اسلاب بشكل مقلوب اسلاب ستيرس اسف ستيرس بشكل مقلوب وبرضو نحط اللي هو السبروس وود خلانا او السبروس فنس نيجي على الشكل المعاكس برضو نعمل الحركة هاي وبهيك بكون احنا خلصنا البوابة بوابة بسيطة خفيفة بس تسليكية بالشكل المؤقت حاليا بس دايل علي اضيف لمسة بسيطة رح اضيفة حاليا خلف الكواليس وارجع لكم لانه شوي بتعقدني هاي الشغلة دايما بعملها اللي هي تاعة البيكسلات طيب اللي هي البيكسلات تطلع بدي اعمل فوق تكون فيه زي كامفاير فوق وبرضو طالع منها زي البيكسلات اللي عملتها في البوابة الاسبون اذا ما بتتذكروا عملنا الحركة هاي ولكن رح تكون بشكل مصغر جدا 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 بس انه يعني تعطي افكت هيك بسيط في المتوكيف تعطي حركة حلوة وبهيك عملت الحركة اللي قلت لكم عنها خليها فرجيكم اياها حركة جدا بسيطة خفيفة ضريفة زي ما شايفين طالة افكت خليف افكت بسيط بس هيك اشي سيمبل نعطيها يعني تعطي تعطي جو في المتوكيف تعطي جو مع انه يعني بوابة يمكن هاي نقيمها بنعم بوابة اكبر منها في المستقبل ولكن عشان الشباب لما يجوا عنده ويطلعوا يكون هيك في منظر في المتوكيف يعني يكون في شكل حلو في المنطقة عندنا فلنت ادي ستيل خلينا نشوف هنا فلنت ادي ستيل هون ما في عندنا واحدة المفروض تكون في عندنا واحدة ومفروض تكونوا دائما بالأدفينجر بوكس لازم أسوي لها واحدة هلأ بالأدفينجر بوكس وعطيني السلقة شايفة لانا حابة فلنت واحدة عندي بس دورت كثير شباب اش ملاقي دورت تحت وفوق بس هذا الشست اللي فيه حب يا سبحان الله صحيب من الأول سلسل هلأ بجابة فلنت واو صحيب اهنيك والله اهنيك ما شاء الله عليك خلاني نجيب الايرون هاي عطيني الايرون هاي رجعت الأغراض رتبتها في الشستة شو رتبتها زتاتها بالشستة زي ما بقولوها وجبت هون حطت الباقي الأوبسيديان كانت معايا حطته هون كنت مجهز للبوابة ولكن انسيت ان البوابة هي نفسها فيها عليها أوبسيديان ونيجي نفتح البوابة بتاع الضريفة اللطيفة وبرضو بدأ ارجع الفلتر دستيل احطها في الأدفنشر عشان ما تضيع علينا وبهيك صار عنا في بوابة شكلها حلو نموس والله يا بلنها هالأيام حاليا احنا هي خلصنا شغلنا في المنطقة حاليا بدأ انتقل على السبون فيه شغلات افرجيكم اياها جيت ع سبون حاب اسوي شغلة وافرجيكم كمان شغلة اول اشي من سوي الشغلة اللي حاب اسويها في السبون اللي هي زي ما قلتلكم حلقة من الحلقات قلتلكم حاب اضيف عليها اضافة حلوة اللي هي حلقات او الدائرة تكون ماسكة بالمنطقة من تحت يعني بالمكان هذا اللي انتو شايفينه هذا يكون زي دائرة هيك حلقة يكون المنطقة ماسكها يصير لشباب شو يعمل بناتهم بتحدي يصيروا يلعب فيها زي يكون ميني جيم خفيفة لشباب او اشي اكيد رح تكون مبلاش انه تكون طاير بالالترا وستدخل جوا الدوائر من هون تروح على الدائرة بعدها بالشكل هال حاليا اللي بحتاجه عشان اسوي الحركة اللي بدي اياها بدي سي لانتر رشت من عنده دياب تقريبا استاكين بحتاج وبرضو بدي اشيب شغلات 6 اجيب من منطقتي بحتاج سبروس وبحتاج دير عشان اقدر اطلع فوق وعمل بلاتفورم زي انتو بتعرفوا بحتاج اسوي بلاتفورم عشان اقدر ابني بكل اريحية طيب نيجي هون ناخد لنا استاكين وديه السعر 3 حبات دايمود نيجي نعطي دياب 6 حبات دايمود بالشكل اللطيف هذا ودايمود نقعد بروح لازم نشوف لنا مشروع جديد برضو نجيب منه دايمود محل العسل اليوم ان شاء الله رح نفتحه ناطيسة حبات محل العسل ان شاء الله اليوم رح نفتحه ونشوف بالحلقات الجائعة هل رح يكون في احد شاري منه ولا لا ونحكي ان شاء الله يكونوا شباب يعني حبين يشتروا مني يعني نحكي ان شاء الله وصلت المنطقة نحكي ان شاء الله نلاقي خشب سبروس منحتاج خشب سبروس بقول ليش عندي غير حبة عندي اربعين حبة فلنتصوهايب ما شاء الله عليك بحتاج خشب سبروس ليش؟ عشان نسوي لي ترابدور وهي لقيت شوية ترابدور كتير ممتاز هون ما في عنا ولكن في عنا اتوقع لهو السابلينج تاع السبروس كتير ممتاز وبرضو في عنا بون بنقدر نكاثر بنقدر نكاثرهم بنقدر نجيب خشب خلينا نسوي الحركة هاي بسرعة وارجع لكم رجع هدول هون جبتلي خمس ستاكات بالزبط وشوية حطتلي برجعتهم هون ما بحتاجهم كان معي حبة ترابدور وبرضو زاد معي خشب رجعتهم بالشست حاليا بدي اخدتلي من هون ان شاء الله يكون فيه عندي والله اقول لكم خلينا استخدم اللي هو البرك بكون اسهل لي في البلد لما اطلع لفوق انزل اكسره بكون اسهل علي ان اكسره بالبكاكس داعمه جدا سريع والشابل برضو هو سريع ولكن خلينا استخدم البرك اللي شفتوا قداما اخدتوا والله اول منطاط رح اعمل عليه رح ابنع على هذا المنطاط افرجيكم كيف رح تطلع معي الشكل وبعدان ابلش اعمل منطاط تاني وفرجيكم برضو كيف رح يطلع الشكل اما اتاكد ملوي بالمية انو المنظر هيجبكم كتير كتير ونحكي ان شاء الله برضو يعجب الشباب نيجي من هون اغراضي معاي السيلانتر معي والترابدور معي بس بحتاج السيلانتر وترابدور فعليا بس هذا رح احتاجه رح نسوي نعملنا دائرة بسيطة نحط هذه هون اوكي تكسير ان شاء الله ما تعمل ديسبون لانا فوق رح اطول انا ان شاء الله نحكي ما تعمل علينا ديسبون نيجي نحط واحد دينين ثلاثة نجيب هاي كمان خلان ننزل واحدة لتحت ايوا نحطنا سيلانتر ونيجي كمان من هون هذا كله رح اكسره بتكسير جدا سريع لو قيت عادي ما عندي مشكلة نحط هون واحدة ننزل لتحت واحد دينين ثلاثة نيجي من هون يطلع لفوق شوي نحط هادي هون نعطينا سيلانتر و وعطينا سيلانتر واحد دينين برضو نليطاع ثلاثة لفوق منها نجي هون نحط واحدة headers هيك نكون احنا خلصنا بس نيجيب الترابدور بهذا الشكل بحضوا واحد هون واحد هون واحد هون نعبئ المكان كله بلترابدور ها بده حول مكان كله بلترابدور هادا علشان يغطي السيلانتر عشان تيجي بلليل متوهentر يعني شباب اذا ما عندهم قامة بطلع المكان متوهج بصيروا يشوفوها من بعيد يعني بكون بارز كتير ويكون هذا اشي كتير حلو وبرضه نقطة مهمة كمان عشان الموز ما يرصبنوه طيب ان شاء الله كيف المنظر صار منظر تحفي شوفو كل هات بس عشان قابل الترابدور والله عن جد متعب شوي الوضع عشان تبني بلوكات وتطلع لفوق وتنزل وتروح وتوقع برضه وقعت صح بالغلط وقعت واضطريت اطلع من اول مجدي خلاني بس اكسر هدول كلهم هيك احنا خلصنا بس اهم اشي ما نوقاش واحنا بش بنطفين المكان هاد خلاني المشكلة غاد لازم اطلع كمان مرة او بطير بالالترا وبرجع بنزل من غا المنطقة التاني لانه هديك اطلعت منها كمان مرة حبيبي حبيبي تحت باستنوني كرير برات مع السلامة مع السلامة انسانة منكم اه هلش ناسي احط القامة كماشوها هلا بحطها القامة عشان اقدر اشوف الموبز احسن اوضح لي طب خلينا هلا اطير اشوف كيف المكان او كيف الدائرة طلعت من بعيد انا متاكد من المينيه رح تطلع حلوة يب ازا ما توقعت منظر جدا فخم والله وحلو هلا نطير زي هيك ونيجي نخش بالدائرة الاولى وبعدين منروح منخش الدائرة التانية التالت ايه عم سير نلعب فيها هكا بالميني جيمس تطلع جدا حلوة وخفيفة وظريفة بهذا الشكل بس هلا بدي اطبكه على كل الاماكن وارجع لكم لانه الاشي رح ياخد مني شوية وقته مجهول واخيرا وليس اخر نخلصت زي ما شايفين نجح على الحلقة الاولى منخش حلقة او حلقة او دائرة بعبش ايش بتسموها انتو منخش على الدائرة التانية ايه عم نقعد نلعب بها زي هيك منظرها جدا رهيب وصراحة تعبتني لانه بتجي بتطلع وبتنزل وبتطلع وبتنزل وبتبنى امرات بغلط كنت اوقع يعني على الارض يعني بتكلفك انك ترجع تبني الاول وجديد وهذا الاشي برفع الضغط وممكن كنت استخدم انا الفايرورك والفايرورك عندي ها ثلاث حبات ضايل خلصوا الفايرورك طيب هلا نروح الاشي الرئيسي اللي هو محل العسر اليوم رح نفتم حل العسر رح نحط الاسعار وبرضو في شغلات سويتها خلف كواليس وحاب افرجيكم اياها زي ما شايفين في مجسمات وانتركوا بدعم المجسمات وسويتها صراحة عبتني وحاولت اسوي اشي مميز واشي حلو بين المحل اللي عندي هاد والمحل التاني رح نعمل منافسات بين المحلات يعني بالنسبة للمحلات ايدي اذا حد اشي جنبي يبني محله ممكن اسوي الحركة معه كمان اول اشي اللي عملت الحركة الاولى عملتها هون زي كنه بيجي بعبي القرورة للعسل او قرورة الجلاس بوتل هاي لعسل زي ما شايفين قاعد بعبي ومنظره جدا رهيب وحلو وفي عندكم كمان هون لكن لهلا المحل بيش مفتوح جاهزت اللي انا صراحة نمتاق هون اشوف في انا هون اندرشست جاب في انا واحد هون جاهزت اللي انا هون نمتاق خليني اطلعهم ثلاثة نمتاق عدت اسطاد معي سنارة وين السنارة هاي خليني ارجعها هون وعطيني برضو فاير بورك راح نسمي النمتاق هاي اوبن شوب او المحل انه فتح ولكن مش هلا بس نحط الاسعار ونقلس كل اشي راح حط هاد الاشي وبرضو في شغل ايه انسيتوا انتوا صراحة ما كتبتولي اياه بالكومنتات كتبتولي على اسعار كتير اشي حط اسعار بالسمة صراحة مش عارف اشي حكيلك يعني شو بحب الديامد يزامي كل اي ايتم ان بيعوا بحب الديامد كل استاك حب الديامد شو يا زلمي انا اتعبت عالفارب وبأفك فيها يا ابني الحلال وبرضو في ناس ما اصروا حطولي السعر مثلا الستاك الهوني بتمان حبات دايمد ولا عشرة حبات دايمد فهذا طلبوا احط فيه 32 دايمد برضو غالي يا جماعة الخير لا نحن نحط اسعار عهوى السوق فهمتوا كيف؟ عهوى متطلبة السوق يعني هذا الهوني بلوك راح يكون سعب ان انا اجيبه اجمعه وبنفس الوقت مش راح يستخدموه الشباب كتير راح يستخدموه شغلات ردستوني موكي شغلات ديكور يعني مش راح يستخدموه بكثرة فهمتوا كيف؟ فراح نحط سعره شوي غالي يكون هذا راح يكون شوي منخفض سعره هدول برضو صاروا شوي منخفض هذا شوي ممكن منخفض او هذا ممكن ما نبيعوش اصلا يعني هذا ممكن ما نبيعوه ينبيع بس الخليطة اللي فيها 3 نحلات الاحتمال الكبير ابيعها ب22 حب دايمد ليش؟ لو ممكن ياخد الخلية يعملها عنده ويعملها منها فار فيضارب على المحل التاعي فهمتوا كيف؟ فيمكن يضرب السعر اشترح لكم ايش انا مسوي هون في المجسمات اللطيفة عندكم هذا الشخص اللطيف قاعد بعبي عسل قاعد بناء للعسل من عند الدلو الكبير هذا وهنا عنا هدا الشخص اللطيف قاعد بعلم ابنه ع الصنا يا شباق يعني جاب ابنه و و و بقعلمه وابنه قاعد بيحمل معاه بيشمكن Covid و بساعده قاعد شاوني احтов و شك بكم احله من هيك و قاعد لهذا قاعد بعبي من الدلو الكبير في الكوردرن الموجوده هون قاعد بعبي العسل بالكوردرن علمهم لابس اشي يعني ما بوسخ فيلمتو كيف ما بوسخ المنظر طلع جدا رهيب و اسطوري في عندكم هون الشخص اللطيف برضو بعبي غلاس بوتل وفي عندكم هون الاشخاص اللي بش عارهوا ايش بدهم يعني جايين يساوي عندي هون تعف انتو البلجر الموجود غاد جاي ابنه هون عم بسرق عم بسرق من محلنا العسل جات شايفين عادي بيسرق وبوع منو شوية عسل يعني بش قادر يحمل العسل ادوب يمشي بش قادر يحملها وعن هدول بش مقصرين جماعة الخير الاطفال هدول ابياتهم قادرين بشتغلوا والاطفال قادرين بلحقوا تاع البلجر هات الوالد البلجر قاعد بسرق من محل اهلهم يعني بأكلهم يعني لوز و عسل و دايما يعني معايشهم هذا الاشي انا معايشهم من المحل هذا ولكن للأسف يعني واحد من تعون البلجر البابي بلجر يعني قادر انو يسرق زي ما شايفين هايو دريل بايدو هايو ورا حاطت يعني شغلات سرقها وحاطتها ورايح وسارق ولكن الاخ تاعو الضريف شافوه شان هيك يعني اللي سويتو جيت هون حطيت البلجر اللي صغير هادا زعلان وحزين داما احزن حبيبي لانك انت حرامي زي ما شايفين هدول التنين مسكينو وهدا ماخد منو العسل كان معايا وقعد بقشر له انو اخوك اللغات كان ووين اخوك ورجع لنا الاغراض زي ما شايفين هايو الاغراض يعني دليل هذا دليل هذا يا شباب دليل انو كان عم بشره اعطوا رأيكم في تجول اللي عملته هون في عندكم هون طلبت منكم اسماء للنحلات الجميلات اللي عندي فما كتبتول بالكومنتات وهلأ راح حط اسماءهم راح اسمي الاول نحول والتاني نحولة راح اسميهم بالنمتاق هدول اغير هلأ اسم النمتاق وبرضه نكتب على المحل هذا open shop open shop انو مفتوح يعني اعطيني انفل انفل اتقع هيا هون اعطيني الانفل يا صديقي الصدوق نكتب اول اشي نحول ونحولة shop is open كتير ممتاز انو المحل مفتوح ولكن مش راح نحط هلأ الاسم عليه بس نخلص الاسعار نخلص كل اشي ونحط السعر برضو هون شده اسمي نحول ونكتب هون نحولة نحولة ونحول هيك نحولة ونحول نحكي ان شاء الله اسم مليا كتبناه خلينا نرجع الانفل نرجع هذا هون خلينا هلأ يب قاعد عم بسجل حبيب قلبي نسمي الاول ونجي نسمي التالي كتير ممتاز اوكي شماعت الخير هذا انا اوكي شاب الفيس كام انو عيوني حمر صاروا والله انا تعبت الحلقة هاي بنيت كتير وزويت اشياء كتير راح فرشيكم اياه حاليا الاسعار اوكي حطت الاسعار صوت كل شي عندكم اصوات مينيكرافت غريبة صح فتحت الباب يطلع الصوت هاد ليش حطت لي جلاس بوتل فيها العسل للستاكل واحد تيجي 6 حبات او 16 حبة قاديش بتطلع حبة دايما اوكي خلي احط هذا هون طبعا هذا المخزن اللي عندي هون بكون مخزن يعني بصير احط فيه الايتيمات للزيادة واول مناقس من عندي بصير اعبيه في الشستات هاي عندكم هون التمن بلوكات من الهني بلوك حطتها حبة دايماد شوي مكلفة لان شوي والله صراحة شوي مكلفة وغريبة عبل ما تجيبها وعبل ما تعملها سعرها جدا حلو ومناسب كان بيزيرفرات بيع باش الهني بلوك يا شباب السلايم بلوك متخيلي السلايم بلوك اللي لاربع حبات ولا ست حبات بحبة دايماد انا حط ثمان حبات شبتكم احلى من هيك يا شباب انتو بنعيم عايشين عندي هون وعندكم هاي ثلاث سلاكات ثلاث حبات دايماد ما عندي كتير والسعر جدا حلو جدا حلو يعني مقارنة بالاوكي الخشب حطيت سعر جدا حلو ومنيح وفي عندكم هون التسع ايتيمات من هاي التسع حبات حبة دايماد ليش لو ممكن ياخدوا الحبة هاي بتاعفوا انتو كل ثلاث حبات منها بتسوي لك خلية نحل فبقدر يسوي الشباب ثلاث خلايا نحل منها في عندكم هاي البي هيف اللي بلوك هادا باثنين وعشرين حبة دايماد وكل خلية فيها ثلاث نحلات يعني بتاخد الخلية بكون فيها ثلاث نحلات جاهزات من المحل لعنا وفي عندنا الراس بحبتان دايماد طبعا فيها عندي بالبيت اتوقع انه موجودات بالشوركر موجود تاع الهد شوركر موجودات هون خلية نشوف الموجودات خلية ناخدهم موجودات هون فيه ما فيه خلية نحط النحلات الحبة يا شباب حبتان دامد يعني الله يرضى عليكم ها وصلنا هون لهات الحلقة باتمان الحلقة عشبتكم فيها شغلت كتير الحلقة ان شاء الله تكون عاشبيتكم وقيموا المقطع في اللايك والاشتراك في القناة بحفزني كتير وان شاء الله نكون داخلين خلال هادا الأسبوع لسبعين ألف مشترك وانا متأكد ممكن احتمان من هون لرمضان يكون داخلين 82 ألف او 22 من ثم كلباب نستمع يا صحيح 72 أسف لاش تتأسف ادعي اه منع الدعوة بامان الله انسيت شغل يا شباب شوب از اوبن ها نحط شوب از اوبن يا شباب مفتوح المحل أهلا وسهلا فيكم